صباح الورد صباح الفل والياسمين إن شاء الله نحركم الأسعى اللي يمات يا ربي اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إن شاء الله تكونوا بخير يا رب حبيت نشكركم أقبل كل شي على تعليقاتكم البارح والله ربي يخليكم لي إن شاء الله ما يحرمني منكم محليكم ومعز كلمكم ومعزكم وانتريتكم والله تعليقاتكم راهي أي إنسان هكا يكون هكا عادي ما عليها رفتوا كله ما عش أحساس آخر كتبتها تقرأ في تعليقات بالطريقة هذيك وبكمية الحب اللي في كلامكم ربي يخليكم لي إن شاء الله وما يحرمني منكم حصلوا الريتو المقدمة هذيك بعد السيقونس هذي ما حطيت هلكم وكيك ملولة متع القهوة خاطرني اليوم بش نفطر الصغار وبعد نعم القهوة يا مكك استنست ديما هكا المقدمة معاقه وحطيتها اليوم لبنات آخر نهار عاد في القراية جايتنا عطلة الفيديو هذا ينهار السبت أني صغار ينهار السبت لبنات راهم يقرأ فيما شكون هكا ما يقراش أني عمناه والولادي ما يقراش وولدت عمناه وزيدا سيلم ما يقراش أما سنيه هكي معناها جاوني يزوز يقراوا والله تعرفوا لليوم لليوم هكا طامع أنهم بش يبدلوا لهم بالواق لليوم وإني يقول هتوي بدلوا لهم بالواق ويتوي بدلوا لهم بالوقت ومش هكا مش مستوعب أنه هما ما يقرأوا نهار السبت سيلم هذكا اكيد معناها بش يقعد بش يقعد يعني يقرأ بالسبت أما أناس كان عمدي هيكا احتمال أنه هو زده ما يقراش خاطر عمناه والسيلم حطوا له نهار السبت يقرأ بعد بدلوا له لوم بلواكيك بعد جمعة ردوا هيلو كما قلو نهار الاربع أناس لا ناس قعد بالاربع ما يقراش سيلم كيف زده يقرأ بالسبت عرفتو كل عام تنهار بركة في الجمعة هيكا نحس فيها لحس براحة حتى هيكا على نومة الصباح هيكا تقوم هيكا ماخر شوية مش كيف أما كهو الحمدولة وكهو لازمتنا نتعايش مع الوضعية كيدا صغار كل عام يكبروا كل عام يزيد هيكا الضغط سيلم تقوم عنده حتى نهار لا يقراش فيه يعني الامات الكل يقرأ فيهم وبالسبت يزيد يبشي وثمانية روح ونصف نهار لاني قمت تشاق قبل ما نعمل قهوتي وكل شي كما قد كم حاطبت لكم المقدمة هذي كالولا قد خليني نفطرهم وركحهم وبش نعمل لهم لمجدهم وبعدها نقعد نسرب قهوتي على راحتي ساقطة يا عجينة عملتها البارح متاع بيتزا لاني نعمل لهم باها ميني بيتزا و هنا حطيت لهم يفطروا كيك وحضرت لهم بكل مكل بشكوته. قالوا لي ما عطينا حليب ابيض. اليوم روتين هيك خفافة معي بش نعمل هيك دورة خفافة في الدار. هيك ننظمها شوية كل شي دجا منشي بش نبرداجي معاكم برشة هيك كيف نطيف الكوجينا خليني نبعده شوية على الكوجينا لكي نابط اليوم دار احميتي اللوتا هي احميتي مسافرة عندها توفق شهر حكاك حصلوا ام كي نسيق الوسط الدار تعرف انه ده اللي فيت مطر وريح وكل شي وبش نهبط كالصالة الزرقة كي نهبط صالتي اللي بنته ونحكي لكم غدوة ام ولا حصلوا بعد غضوة المهمة كيف يبدأ روتين هكا في الصالة نحكي لكم شنو قررت بخصوص الصالة وستنى مبارسة جديد والله هكا نعرفكم تحبوا هكا تجديد هكا الجوهة كاية ان شاء الله ان شاء الله ما بعضنا هكا نعمل هكا جو في الفيديوهات اه قتلكم بش نهبط الصالة الزرقاء بحكم سايق خطيت قراري اني منش بش نغلفها اما ما زال هكا ما زلت نشوف في روحي شون بش نعمل بها ما زلت كم خطيتش قراري اه رجلي قليلا تبيحها لا تعطاها لحتى شي عمدوا لها برنامج اه ما تنشوفوا مبعضنا شنو بش نعمل بها ان شاء الله اه بش نغبطها لده رحمتي مقبلها لازمتني نسيق قتلكم راهي الدنيا حالة معناها بالمطر والعجيش بش نغبط لده رحمتي نسيق الوسط الدار و بش نسيق قدام الدار سيدة مدخل داري معناها وكل غاراج وكل شيء منش دي ما مره بعد قدش هو كنصور لكم اللغة الحق اني ما اه خديت قراري اني ما عشا نصور في اه في دار احميتي هكاك اه قراري اخذيته اما الراجل وضاي راجل هو قال يسيرين اه صور كيف انهي كانت الاني صور وانت انت تنظف في اله في الوسط الدار وكيفش بش نعملوها اه اه انك هو عاد وليت اه وليت صورت اما شفت ولا البست لابستي لها حبات سيبوري لحتى شيء اه ما كونش في البرنامج بش نصور الحقيقة اه هو شجعني قال يصور لهم كيفش هكا وليت القاعدة غادي كوكل المهم قبلها لازمتني بطبيعة ركح داري اه ونشوف روحي طيب فطوري وانه بطيك متفاضي خاطر ما شاء الله ده رحمتي واسعة وكل شيء تعب فمتو لازمتني فرغ روحي بالباهي باش هيك نعطي جهدي لله اللوطة اه التعب كتبدا خاصة ان واحدك مش تعملها التعب متراكزوش مع وجهي تحيرت علي الحساسية بطبيعة عينيه حالة عينيه نصبه 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 نحقه حصيله هلكتهم هلكتهم عينيه معاش نجم حتى هكا نمسهم اه كهو هكا هو التقس اني هضيعي يقلقني على الاخر معنى اشتيه كاميراني نعديه خشمي مسكر نعديه عينيه تحرق نعديه نعطس نعديه مستبرده كليلا قليلا نهار اللي في هكا معنى في الخريف بالاس REAL قاتلت انت مستبرده ممبارش Grey قلبيكي هو انت مستبرده يع glossy وقفتوا كنتِ بيدك مستبرده think that new لا يوجد شيء جديد لا يوجد شيء جديد لا يوجد شيء يجب أن نتعيش مع اليوم قلقتني هنا ركحت سلمة حتى في العطلة لن تقرأ لحقيقة قلت نهار ترتاح أحد واثنين و بعد نهار ثلاثة و هي تحبها سلمة تحب الروضة ولا تتقرأ بها كل يوم حتى أنه لا نتقل في الده تحب الروضة لا تنهزها في العطلة أكيد نهزها يومية خاطر عندهم نادي قرآن و كل شيء بطبيعة و لكنه يقعد في الدهار لكني نهار مطر ما قروش في الروضة و النهار ثلاثة وقتها نهال الاربع سيدة كيف كيف صبت مطر كي صبت هيك صبحية مطر مهزيت هاش عاد دك هي صحات شوية وهي يما أكلم سيداتي نمشي نقرأ يما أكلم حالة الرفضة ولا حصله هي هي ومشيت العشير نادي القرآن تحب على الأخر أنها تقرأ هيك وتشوف أصحابها وكلها وإن شاء الله توفي العطلة نشوف أني نشوف روحي إن شاء الله هيك نهزها على الأقل نتفرغ شوية لأخواتها هيك أكيد لازمتني وقت لتسلم وأنس هوك هوك تمشي هي للروض هاني يستنيوا في اللمجة متاح ومقتلكم عندي عجينة بتاع بيتزا مادي تعملت لهم كميني بيتزا لاني بعد ما كملت قطلهم انسيت محطيت لكم شي جبن اي قلولي مثالش براح في الكومنتاريات قلتولي يا فامش كون قادلي آآ اللي عمد سلمة بوزقار راه لبنات مهوش بوزقار هكا يا سلمة آآ وسالم وأنس عم ناول بوزقار ثلاثة دالي آآ سالم بعد دخل خلطة سلمة بعد انس رضولي بوزقار هذي حب متاع خريف برشة صغار ديجا مرضى بيه معنى في الوقت هذي حطيت التن في في البيتزا يعني التن خاطر نحطوه في الاخر ونحطوش ملوء بعد ما ما عملت ذكرت اللاجبن وليت حطيت لهم هكا في رماجة كي يقصيت وحطيتوا فوقها محليك يتعمل لك حاجة تلقاها حاضر عرفتوا ناس كي يبدأ كي نبدأ نعم في حاجة هو يحبها يبدأ عمل جودة شهيدة جنبي يستنى بدقيقة ودرج ديجا فطرها فطرها هو فترسبها هذي محبش يكل كيكل مشكوته لا حتى شي استنى في كعبته خطر هو بقليقة اعطيه للمجه اعطيه لتناكلها وضايق اخر انهار في القناية وضايق اخر انهبط في الفيديو ويتو عادمت على العطلة وجو العطلة والصغار في الدار والجوها ذاك الكل اني عندي شكون جاييني نهار اثنين دق قادة نحضر في روحي لحد كملت عندي حاجات بش نعملهم كيف يجيني حد عنده برشة مجانيش تعرف انتم ما كتحذيرات متع الدار متع شوش ندلو شوش هتقدملو كل شي نكمل الركح الضيافة هذية وبعد عاد نتلهيو في الصغار وقرايتهم ونشوف كيف نخرجهم الحقيقة هؤل alpha وخرجوا لاحب نخرجهم لن يقرأ على محمية أشكل قال لي ما هاي نمشيو لها ولا يلي عارفة نمشي لها ولا لا نعرجت اصلا هي محلولة ولا يعني فيها حاجات ولا راجل يقولي على فريقيا لكن روفهم مبرشا يعرفوها زيتم عمرها مهزيني لها وصغار حصلوا قلت الجمعة هذية ان شاء الله ينهزهم لفريقيا ينهزهم المحمية اشكل خاطر يقرأوا دخلوا يقرأوا معناه فاك المحميات وكل شي عاد جيتوا سؤال في القراءة على محمية انت زورتها وحكي عليها جت نشوف سالم قلت له احنا ما زورنا حتى محمية قال لي ما ما نعرف هاي شنوى المحمية قلت لازم لازم نهزهم معناه المحمية من المحميات اعطيوني فكرة لابنات كان هكا فامة محمية نجم نهزلهم لها الصغار وقل الرجل يحبب على فريقيا ان شاء الله يا ربي كان هكا سهل ربي ينهزهم في وسط الجمعة يحوسوا شوية هكذا هو العطلة هذية معناه امتحانات اما هو ما زال ما زال شوية ما زالوا شوية حتى لو كانوا كيك جمعتين ثلاثة جمعة اخرين يبدوا في الشفاه نتصور ان الشفاه يقلقنيش خطر يحفظوا يحفظوا مثال سأناس اطلع المحفوظات ونحفظهم يعني ما نخليهم اشكا الاخر وقت اما الكتاب يمازل عليه وقت كونش هكا يختموا خدمتهم متاع العطلة وكهو قلت كده نخرجهم شوية عنا زاد الهني منتازه يمشيولو ان شاء الله نحن فرادهم شوية كي ينسوا شوية الضغط متاع القراءة يقولوا لي لابنت شنو المحمية حسب رائكم وكا مشيتولها وعجبتكم هكا بلاصة نهزهم كي يستمضعوا بها وكي يكتشفوا حتى كان هكا في قراءة ولا حاجة يبدأوا هكا فاهمين المحمية ويحكيوا عليها وكل شيء لاني كملت نشرتك التبش وجيت لهني لكا التراس عملت له لما خفيفة يعني شنو قلت لبنات قلت اليوم ان شاء الله قلت اليوم ان شاء الله باش نركح معناها نهبتك الصالة قطلكم الصالة السرقة ونصيق معناها نركح قدم داري البره في الشارع ودروج عندي وبركون مدخل داري ووسط دار حميتي وكل شيء نركحهم ونبعد غدوة ان شاء الله نركح نعمل التراس نحب نعمل عندي البركون نعمل 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 السلقة نعمل انمتلك نعمل اشتركوا في القناة 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 استنيت راجلي بش يجي هو يعمل اه نعملوها مبعضنا خاطر قلت لكم بش نهبطوا الصالة الصالة منهار اللي نحيتها من الهني حاطتها في اله في البركون اه عاد تصبوا مطر ولا حاجة عرفتوا كلي خلط لها المي حتى ما تقول لي بره ركحها بره شوف كيفش تهبطها شوفوا مش تحطها شنش تعمل لها اه قلت لكم ساي اني خديت قراري ما نيش بشن اه بشن شوفوا ايني ما اللي فيت قلتولي اه انتي خديت قرارك ووجاية تستطيع الفين والله زيت معناها حبيت هيك ان زيت ناخو اه برأيكم وما خديت قراري معناها الاخير الا ما قريت معناها تعليقاتكم كنت مترد على الاخر معناك زيت اقريت تعليقاتكم ساي معناها قطعناعة برأي وما نيش بشن غلفها خطرها كيما قوت لكم سراحة تتكلف وبيلي بشن بلي بشن اخسر عليها مايش بشت اه بشت كيما معناها صالة اخرى صالة جديدة ملول وجديد هكا اه ساي معناها خليتها غاديكا قاعدت نشوفي روحي كان مش تتغلف طهبت دي راكت للكميون تتهزل المراهة كان مش مش تتغلف نشوفه مش نحطها كي اه شوفت كلمكم وكل شي ساي قررت اني ما نش بش نغلفها اذاك عليه بش نهبطها قطل راجلي نحطها لهني اه وين نقعدوا لهني في في دارة حميتي معناها نقعدوا عليها حتى لي نشوف لها حل فهمتوا هو خطر قطل لكم راجلي قال لي عندي لها حلة بيحة لا تعطاها لحتى شيف الوقت الحاضر خليها هيك هاو كحطيتها لهني خطر شمس ومطر معناها كمش نحطها في اه في كمش نخليها في دارة في البركون ولا ما عندي شونا نحطها وفي في الغاراج على اساس بش نحطها في الغاراج الغاراج اه ضويق خطر راجلي حط فيها فيه الكرهبا ما عندي ولا نحطها في الوقت الحاضر كهوة عجبتني للغاديكا البلاسة يا قلت خلينا نحطها غاديكا من شاء الله نستحوظوا عليها وكهو اه لهني يجينا عادل اول حاجة باني بش نصيق الوسط الدار ووراجلي بش يعمل غاراج خطل غاراج داخل بعضه بش نعمل وسط الدار ونخرج للشارع نكمل الشارع ونبعد نعمل دروج داري ونبعد نهبطه للصالة ونبعد نعمل بركوني اللي اه في الدار المهم نهاير اليوم عنه نهاير الهني صل ما معايا اهوكا تعملي في المي واني باش ان باش ان سلت الهني وصغاري الهني عاملين مهبطين اكي جريدي متاع الصالة عاملين كيمة الدار ومهبطين اكتب برشا كتب وكرارس يبدو يلعبوا في الهوكا دي جاء اكتب وكتب وكرارس كل شيء يلعبوا في الهني هوكا كما المعلم والتليم الكراسات وقليم كل شيء لهني مهبطو ايه ما هماما كي يهبطو يفرطو الدنيا كل شيء يفرف شو كل شيء مدوه قلت على اقل جاية عطلة اه دنيا تتنظف معناه حتى كي يهبطو هكا اللوتا وكل شيء اه تبدو الدنيا نظيفه هكا يقعدوا على نظافه قليب احضر فسقيه قليب احضر فسقيه اه اه كملت الابرتية هذي مازلت مازلت للي هكا تحت اسقف هذي ما نجم نعمله الا ما نحول القتلكم كانوا صغاري يحطين قراية يعني يسيت جريري لازمتهم جريري هاكم يتنحاوا باش اني نجم نكمل انسيق وعلى اساس جريري متاع صالتي بشيت حطوه في القارج في اخر اللحظة حصيل وحبيناها كان قتل وشيك نعملو الصالة يقالي هاي الموم خليت البارتي هاي بيكا نظافت نشوء انبعض انا مسلمت قدوم الدار التحناه وبعد عملنا راجلي كما ننظف القارج وكما نعملنا له تصيقه سيقناه وهو ما هوش مزلس كما قاعدين تشوفه ربي سهل ان شاء الله ونزلز القارج ونزلز الدرجة متاع الدار سيقناه على خاطر اللي هني عملوا كالطين تذكر وقته جبنا الطين وطفل هكاية عملوا بها معمل غادي كمتاع الطفل صنعوا هاو كينون هاو كيسين هاو المهم حالة دنيا بالطيون سيقناه بالبيه القارج والهني جبنا الصالة عاتوني رايكم بعض التصوير الاختراج اللي قتلي محله القاعدة كونفور كا وهوكا حاطيناها وقتي هي متهونش بطبيعة بشتتحط غاديكا خاطر كالطين متاحة تهبل والله يا لبنات ما شاء الله راني ما حبيتش نخسرها والله قديش هيكا ما هاش هين عليها اني ما هاش هين عليها خاطر كالطين متاحة راهي تهبل الموسم تاحة ما شاء الله هو تسعة سنين لتول كيف ما هو مش حابة نخسرها ولا نخسر الموسم تاحة ان شاء الله ان شاء الله تنلقاولها حل على قريب حاطيتها في الوقت الحاضر غاديكا وكل نستحفظ عليها ان شاء الله تنشوف هكا نعمللها ملاحف اه على الموسم تاحة يعني الغليف هذيكا الازرق متقطع دي جا ما عادش فيه وحتى الكوير بلون مقطع معناها مقطع ومحفر ومحروقة وامورها سفا ببارة اما تنشوف كيفش نغطاها ولا حاجة حتى كنقعد وتبدأ هكا نضيفة وكان ما عندي حتى حالهي كانت محطوطة لهني كنا اصلا نجموش حتى نتعديهم لهني كشوفوا ترابها مكنيش نجمو حتى ندخلو اه لنجم ننفذ نحب زربية لهنيه لنجم نعمل حتى شي والله عصابة وترت منها لهنيه هكا كملت سيقت البركون عندي هذكا المحبس نلقاه ميت من كثر ما اني منجمش حتى نسقيه كانت الصالة محطوطة غادي مشيت حاطيت فيه هكا كالنبتة متاع الشرباب بس اسمه شرباب وهو حاطيت وتو يطلع هكا ويخذاء وليني ادخلت نطيب في العشي عملت اه معرفش شو نطيب حصيل وجوعنا على الاخر مع التعبه اللي تعبنيه اه بالزهر هيكا صاحبتي بعثتلي هيكا فيديو عملت اه في دارهم عملين سوس متاع مقلي معناه تماطم وفلفل مقليين وقليت شوية بطاطا وعندي خبص طابونة مديت ان شاء الله على الايمة الجاية نعمل معاكم خبص طابونة ان شاء الله خطروفاني المرة اللي فاتة عملت خبص طابونة ما صورتش معاكم قلت تكرار ما حبيتش نصور عملتيني نهار تليسة نهار شنسيت نهار شنو عملت فيه خبص طابونة ما صورتش معاكم قلت باش مي مش ديمة اما مرة ديتها نصور معاكم جا برشا قلتو لي صورنا مثالش اكا هوليني حاطيت التماطم قليتها مع الثوم والكروية وكل مبعض زدت لها شوية هيكا تماطم مرحية اذيكا السوس حضرت ولهني نقلي في كعبة بطاطا ومديت خبز من كونجلاتور يتحل وهيكا نكون وصلت بيكم لاخر الفيديو ان شاء الله فيديو اليوم معجبكم وساكبير عليكم الناس الكل وعلى خير